مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا سرنا في إطار مشروع سلسلة كتاب وكتاب دعوتكم إلى لقاء ومناقشة في الحقيقة إلى تأبينية الدكتورة أمينة رشيد التي غادرتنا منذ عدة أيام رحمه الله وفي هذا الإطار كانت الدكتورة سلمة مبارك ألفت كتابا بعنوان أمينة رشيد وهذا الكتاب صدر في إطار سلسلة مئة كتاب وكتاب وهذا المشروع طبعا طموح أن جزاه كرسي مع أحد العالم العربي بالتعاون مع جائزة الملك فيسل بالرياض هدفها هو تعريف الجمهور بمئة كاتب وفنان من العالم العربي وفرنسا والذين دعبوا دور الوسطى بين ضفة البحر المتوسط خلال القرنين الماضيين وهنا تدخل السيدة المرحومة أمينة رشيد التي لعبت دورا مهما جدا سنرى ذلك مع الدكتورة سلمة مبارك شكرا سلمة على تلبية الدعوة أرحيل كلمة إلى الدكتور معجب الزهراني المدير العام محد العالم العربي تفضل دكتور شكرا عزيزينا الطيب سعداء نلتقي وإن كانت المناسبة ليست سعيدة لأننا نودع واحدة من الباحثات المتميزات دكتورة أمينة رشيد لكن ميزة الكتاب والمبدعين الكبرى أنهم يغيبون عنه لكنهم يحضرون عبر آثارهم عبر أعمالهم عبر إدعاتهم والحقيقة نحن في المعهد حاولنا منذ البداية أن نضيف شيئا جديدا للفعاليات المتنوعة المتتابعة التي يؤمنها المعهد باستمرار منذ أكثر من ثلاثين سنة كما يعرف الجميع فبالتالي حاولت مع بعض الزملاء في الرياض قبل وصولي للمعهد أن آتي ولدي مشروع ولحسن حظ أن تمت الاستجابة لمشروع مئة كتاب وكتاب وحينما وصلت هنا أحيانا كرسي المعهد الذي توفيه منذ ربع قرن وتمكنت بالتعاون مع صديقنا الطيب من عقد شراكة أيضا مع محمد شحر ورحمه الله وبالتالي بدأنا ندشن هذه الفعاليات كانت تنقص إلى قسمين كبيرين قسم أول وهو لقاءات فكرية وحوارات وتكريمات انتظمت في المعهد وخارج المعهد في فرنسا وخارج فرنسا في الحوض العربية ثم مشروع مئة كتاب وكتاب الذي كما تفضل صديق الطيبود العروسي مدير الكرسي قبل قليل يشمل أربعين شخصية فرنسية كتب عنها باللغة العربية من قبل الشراكة في الرياض ثم ستين شخصية عربية فرانكفونية كتب عنها باللغة الفرنسية من قبلنا هنا في الكرسي ولحصن هذا الصلاة قبل أشهر آخر كتابين أحدهما عن أحمد شوقي والثاني عن فيروز وبالتالي الآن نحن بصدد الترويج لهذا المشروع فمرحبا بكم وشكرا على المساهمة وعلى الحضور وعلى المشاركة لأن هذه المشاريع الثقافية لا تنمو إلا بالحوار مع الباحثين الأكفاء أمثالكم فتفضلوا مشكورين ونلتقي دائما في مثل هذه المناسبات الجيدة وأنتم بخير شكرا يا دكتور شكرا وحيلوا الكلمة الآن إلى الدكتور ريشار جاكما أستاذ بجامعة مارسيليا ومدير معحد الأبحاث حول العالم العربي والإسلامي فليتفضل يدير هذه الجلسة شكرا على قابلك الدعوة أستاذ ريشار جاكما هل تسمعوني؟ هل تسمعوني ريشار؟ تمام تمام أتفضل عزيزي الحمد لله كويس شكرا أستاذ طيب كما قال الأستاذ مجريب يعني مناسبة يعني سعيدة وغير سعيدة في نفس الوقت أنا طبعا تأثرت جدا بخبر وفاة الدكتورة أمينة وكان بيني وبينها يعني علاقة زمالة وصداقة قديمة وإن لم أراها منذ فترة طويلة لتهايبي عن مصر منذ سنوات طويلة كنت مقيم في مصر في التسعينات القرن المادي أساسا وبداية الفيه الجديدة وصر لي أكثر من عشر سنين لا أزور البلد سواء بفترات قصيرة لكن معلنا كان بنا علاقة مستمرة وكنت يعني شاركنا في فعاليات مؤتمرات معا وشاركت في الكتاب اللفت أو أشرفت علي زميلاتها في جامعة القاهرة تكريما لها منذ خمسة أو ستة سنين أذكر المهم يعني سعيد بلقاء الأصدقاء وصديقات وزميلات وزملاء أمينة عبر هذا اللقاء الافترادي يعني هل علينا أن نتحدث بالعربية فقط كما تريد كما تريد هو يحسن باللغة العربية ولكن كما تريد أنت حر يعني أتحدث بالإسبانية إذن يا باتتكلم بالإسبانية لا أتحدث بالإسبانية لا طبعا أنا دائما سعيد بالحديث باللغة العربية لكن يعني حتى يعني لا نفتقد يعني العفوية والتلقاء في اللقاء يعني قد أنتقل إلى الفرنسية يعني كما لو كانت أمينة معنا كانت ستفعل نفس الشيء أسيبي خد راحتك فأنت المسير الجلسة وأنت مدير الجلسة وأهلا وسهلا بك طيب أنا يعني أنا مسير الجلسة لكن الكلام يعني أنا سأعطي الكلمة لسلمة لسلمة طبعا جميلتنا والتي يعني كانت يعني أقرب إلى أمينة مني وهي التي يعني أشجر مني بالحديث عن كلمة لتقديم الدكتورة سلمة مبارك للجمهور معا يعني ولو إن الجمهور يعني تعريبا كلهم يعني عارفينها كويس سلمة أستاذ الأدب والفنون والأدب المقارن والفنون والأدب بقسم اللغة الفرنسية وأدبية بكلية الأدب لجامعة القاهرة وهي حضرت الرسالتين الماجستير والدمتورة لها تحت إشراف الدكتورة أمينة رشيد في تخصص الأدب المقارن والأدب والفنون وأغلب دراستها تدور خول موضوعات خلاقات الأدب بالسينما في مصر والعالم العربي والسينما الفرنسية وصدر لها كتاب النص والسورة السينما والأدب في ملتقى الطرق سنة 2016 وفي الفرنسية شاركت مع أمينة رشيد في تحرير كتاب ديبوة أمينة رشيد في تحرير وهو الكتاب الذي سترى في سلسلة المئة مئة كتاب الكتاب من الأدب للسينما محطط في تاريخ نصراك المنشور هذه السنة يعني 2021 وكذلك لها ترجمة لكتاب بالفرنسية سوسيولوجي لسينما الذي سيصدر عن دار ناش معنا بالمملكة العربية السعودية قريبا وهي كذلك أسست في جامعة القاهرة شبكة أمون للباحثين في الأدب والسينما وشاركت في تأسيس ديبلوم النقد السينمائي بجامعة عنشام سنة 2014 وديبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة سنة 2013 وأسست وتدير نادي السينما الأدب بجامعة القاهرة منذ سنة 2006 أهلا إذن بدكتورة سلمة مبارك سلمة جو تدوني الأفارول شكرا جزيلا أود أن أبدأ بشكر معهد العالم العربي على تنظيم هذا اللقاء حول الحبيبة أمينة رشيد وأود أن أشكر كذلك لشارك كمو على كبولي الدعوة لتسير هذا اللقاء شارك مو معرفة قديمة بالنسبة لي وبالنسبة لأمينة الله يرحمها سوف يعني برضو كما أشكرك طبعا يا ريشار على التعريف الدبطولية وأنا سوف أكون بالمثل أيضا لمن لا يعرف ريشار كمام المعرفة هو أستاذ الأدب واللغة العربية الأدب الحديث العربي واللغة العربية بجامعة أكس مارسي وهو مدير معهد الدراسات عن العالم العربي والإسلامي إيرامام في أكسان بروفنس هو عاش 15 سنة في مصر وفي هذه السنوات هو كان مدير لبرنامج للترجمة تابع لمركز الثقافي في فرنسيا الحقيقة لبرنامج ده كان له إصدارات مهمة جدا من ضمنها أحد الأعمال التي قامت أمينة راشيد بترليماتيها وهو على ما أظن كتاب لافلاس لأنيا أعتقد أيضا يوجد كتب أخرى وليس بس ده قام ريشار جاكمان بتقطيع وكانت أيضا كتاب كتاب المدخل للنقد الأدب الاجتماعي السوسيوكريتيك ترجمته هي بالاشتراك مع جوزة المحروم دكتور سيد البحراوي سيد البحراوي عظيم ده مش داخل عن الحقيقة ده أنا أريد أن أأخذ منك يعني مراجع هذا الكتاب لأنه لا يظهر في المراجع التي لدي أنا مش عندي ده كتاب مهم جدا يعني أعرفش أنه تركيز ريشار جاكمان الحقيقة قدم رسالته للدكتوراه وهي تحولت بعد ذلك إلى كتاب صدرة بالفرنسية وبالعربية عن الحقل الأدبي في مصر المعاصرة والحقيقة ده كتاب يعني عظيم جدا ويعتبر يعني بنك للأفكار الملهمة وللمعلومات السرية وهو بالإضافة إلى ذلك هو أيضا قام بترجمة أكثر من 20 عمل من العربية الفرنسية من ضمنهم 8 أعمال روائية للروائي المصري صنع الله إبراهيم ومؤخرا حصل الكتاب الذي ترجمه بعنوان على أثر عنايات الزيات على جائزة الترجمة 2021 جائزة ابن خل فأشكرك ريشار على وجودك معنا ويعني كيف تحب أن نبدأ هذا اللقاء كما اتفقنا نبدأ بتعريف جمرنا أو تذكير بالآخرى لأن الجميع مش الجميع لكن كثير من الموجودين هنا يعني أعرف أمينة يعني الساعات يعني معرفة يعني حميمة وأكثر مني كمان بالتأكيد لكن يعني حبينا ننزم الجلسة على أن نبدأ بتعريف بحياتها بحيات أمينة عن طريق كذلك الفيلم يعني بما أنك كانت سالمة من هوات ودارسات السينما كان لابد من يعني العودة إلى هذا الفيلم العظيم الفيلم التسجيلي العظيم لتهاني راشد أربع نسا من مارس وأمينة يعني إحدى الأربعاء أربع نسا فاتفدلي تمام شكرا طبعا أمينة غنية عن التعريف هي المثقفة المصرية الأستاذة الجامعية وهي واحدة من القامات الكبرى في مجال الأدب المقارنة في العالم أمينة بدأت رحلتها في مصر الأربع نيات والخمس نيات مصر التي كان يطلق عليها الكزموكوليتانية واستمرت هذه الرحلة حتى العقد الأول من القرن الواحد وعشرين في هذه الرحلة كان هناك محطات كبرى تمازج فيها أو تزاوج فيها التاريخ الشخصي لأمينة رشيد مع التاريخ الجماعي الاسم اللي أنا أعطيته للكتاب الذي خصص لها هو العبور أمينة رشيد أو العبور نحن الله الحقيقة العبور في حياة أمينة رشيد وفي كترها كان هو المحطة المستمرة هي عاشت رحلة من محطات عديدة كلها كانت عبور عبور ما بين اللغات وبين الثقافات والبلدان والطبقات الاجتماعية وكان هذا العبور يتسمي شجاعة وخليها تقوم بدور الوسيطة نحن نعبر فنذهب إلى الآخر ونعقد وساطة مع هذا الآخر أي أن كان العالم الذي ينتمي إليه أمينة رشيدة عاشقت التدريس والتدريس أيضاً هي مهنة بيتتجلى فيها الوساطة بمعنى أن الأستاذ هو جسر جسر بتعبر عليه الأفكار والمعلومات والشغف وحتى بالنسبة لأمينة التساؤلات والحيرة أمينة لم تكن كأستاذة هي تعطي حقائق إنما كانت تثير الأسئلة وتبذر الشكوك حول الحقائق الراصخة فهذا هو كان منهجها في العمل أو في التعليم أمينة خضت حروب كثيرة جداً في عبورها لهذه الحروب حروب وصراعات أولاً مع النفس لأنها تصارعت مع تكوينها الثقافي الأول اللي هو كان تكوين فرنسي وعلمت نفسها بنفسها اللغة العربية وكان سبيلها إلى ذلك هو قراءة الأدب العربية أيضاً عندما تقدمت أمينة إلى الترقية لمنصب أستاذ في قسم اللغة الفرنسية بكلية الأدب الجامعة القاهرة كانت كل دراساتها منشورة باللغة العربية وبالطبع لم يكن هذا مقبولاً لأن القسم قسم لغة فرنسية لكنها خاضت هذه المعركة أيضاً بمعنى أنها أو بفكرة أن الأدب المقارن هو أدب يسمح بهذا العبور ما بين اللغات وأن القارئ الذي تتوجه له في مصر هو قارئ يقرأ العربية هي تنقل له الأفكار لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا النقل في لغة فرنسية والحقيقة أنها خاضت هذه المعركة وحصلت فيها على النص وتم ترقيتها أستاذ بقسم اللغة الفرنسية عن طريق أبحاث كتبت بالعرب كيف إذن تم هذا العبور ومتى ولماذا؟ كل هذه الأسئلة هي الأسئلة التي حاولت أن أجيب عليها في الكتاب المخصص لها أمينة رشيد أو العبور نحو الآخر هو طبعاً كتب باللغة الفرنسية لكن نحن سعداء جداً أن هذا الكتاب حالياً هو قيد الترجمة ومعنا مترجمته دكتورة داليا سعودي ومعنا أن نشرى الأستاذة دينا قبيل فإن شاء الله أنا أعلم أن المعهد العالم العربي أيضاً أعطى الحقوق فلن يكون هناك وقت طويل وسنرى العمل اللغة العربية إن شاء الله إسمحوا لي أن أشارك معكم ملف به بعض الصور والمقتطفات الفيلمية التي تتبع حياة أمينة رشيد وهو ملف قصير بعدها أعود إليكم ونعود للحوار مع ريشار حول الموضوع الكبرى في فكر أمينة رشيد أمينة رشيد كما ترون هنا هي طفلة طفلة أمينة رشيد مع والدتها أمينة ولدت عام 1938 في طبقة أرستقراطية من ملاك الأراضي الزراعية عاشت طفلتها في هذا المنزل هذه صورة داخلية من منزل إسماعيل صدقي باشا وهو كان رئيس وزراء مصر وكان جدها كان رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق كانت هذه البلة الفخمة تقع في حي سكن يراقي في تلك الفترة وهو حلمية الزتون وهو الحي الذي خصصه الخديوي عباس لسكن العائلة الملكة والنخبة المصري فارونا أيضا هنا صور أخرى لأمينة في طفولتها نراها هنا مع أخوها الصغير إسماعيل وهنا مع أفراد أسرتها أطفال نرى أمينة هنا في هذه الصورة كذلك في هذا المنزل كانت اللغة الفرنسية هي لغة الحديث تقول أمينة رشيد كانت النساء بالبيت باستثناء بعض الجمل وباستثناء الكلام في السياسة يتحدثنا بالفرنسي وكانت الفرنسية ليس فقط لغة الكلام بل الثقافة والتاريخ والموضة والفن كنت أسمع كل شيء عن مأساة ماري أنتوانات ولويس السابس عشر أو عن منفى نابليون في سنتيلان ولا أعرف شيئا عن التاريخ العربي أسمع أغاني إيديتياف وإيذ مونتان وعندما يستمع لأم كلثوم في صهرة الخميس كانت النساء لا يخفين نفورهن وحدث أن غنت أم كلثوم في بيتنا إذ كانت صديقة للأسرة فنامت بهية بهية خالد أمينة على كرسيها ولم تفل من سخرية أست كده يا بهية أنا غني وإنت تنامي نرى هنا مقطع من فلم أربع نساء من فلم من فلم من فلم هكذا أنا غني مستمع حتى، محبتت أعلم أن هذا المنطقة كان مقارباً كان مقارباً ملك يعني أنه كبيراً كانت ملعاً أقل أنه كانت في السنة كامل ملكة أقل لديها لأنه جديد أنه لديد أنه عندما يبدأ هكذا أمو أو أجد دقيقة أخرى مستقبل الإجابة للمستقبل. وكانت معلومة في المدينة، في المدينة، في المدينة، في المدينة، في المدينة. ويجب أنها تجربتها في المدينة، وكانت أجل، في المدينة، وكانت محقاً للمشاكم لم يتمكن للمشاهدة. كان هذا التاريخ الذي تشير إليه أمينا رشيد 1947 عندما ألقت عليها طفلة صغيرة حاجرة لأن جدها إسماعيل صدقي كان متهما بالتعاون مع المحتل ما بين 1947 و 1954 وهو تاريخ انضمام أمينا رشيد إلى الحركة الشيعية مرت سنوات صعبة على أمينا لأن في هذه السنوات كانت تعيش تناقضا مؤلما ما بين مشاعرها بالانتماء إلى طبقة أرستقراطية متحللة ورفضها الإنساني التلقائي والمبكر للفروق الطبقي وهو ما وجهها نحو اليسار والثورة منذ سن مبكر هنا سوف نرى مقطع آخر من فيلم هيني راشد تتذكر أنينا رشيد فيه تلك الفترة من تاريخ مصر موسيقى 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 وكان أيضا مشرفا على رسالتها للدكتوراه اقترح عليها إتيام لموضوعا للدكتوراه يدور حول تأثير الأدب الفرنسي على مصرح توفيق الحكيم لكن أمينة لم تعجب بهذا الموضوع ورفضته لأن دراسة التأثير من هذا المنظور كانت تكرس بالنسبة إليها علاقة قوة تجعل الشرق تابعا للغرب من هذا المنظور وما تبحث عنه كانت علاقة مغايرة لذا فعندما اقترح عليها جاك بيرك وهو عالم الاجتماع والمستشرق الشهير موضوعا آخر عن ريمان لول وفقت علي وريمان لول هو فيليسوف وعالم دين الاجتماعي عاش في المصور الوسطى ورحل للقتال ضد المسلمين مع الصلبيين لكنه اكتشف الحضارة الإسلامية وصار من أوائل العلماء الغربيين الذين لعبوا دور الوسيط بين العالم الإسلامي والعالم المسلمي تقول أمينة رشيد أثناء عملي في أطروحتي اكتشفت زمنا كان فيه العرب هم السابق وقد استشهد بهم بيكن بنفس الطريقة التي استشهد بها باليوناني إذن أمينة رشيد كانت تبحث عن ميزان قوة بين الشرق والغرب يقوي من كافة الشرق لأن هذا هو ما كانت تبحث عنه من خلال سواء من تاريخ خلال تاريخها الشخصي أو من خلال توجهها لدراسة الأدب المقا قررت أمينة الزواج تزوجت هناك في فرنسا وأنجبت طفلها الوحيد ماروان راشد والتحقت بالعمل في السانة راسس في فاريس وكانت كل هذه الأمور تشكل إغراءات كبيرة لها تتفح إلى الاستمرار في الحياة في فاريس الاستفادة من وضع مستقر أسرة وبيت ومهنة لها راتب جيد دراسة تقوم بها وتحبها سياق ثقافي مزدهر سياق سياسي حر ديمقراطي لكن أمينة لم تشعر بالأمان وشعرت أن حياتها تخلو من المعنى وأن هذا المعنى لم يكن يوجد سوى في وطنها مصر هنا تتخذ قرارها تتخذ من الدكتورات والعودة إلى القهر تتخذ من الوقت فيوزع في فرنس بسبب معي على المعنى كانت بخطة جداً كانت بحضر جداً كانت جمعي بحضر جداً ولكن ما كنتم بفعله من المعنى وقدر دائماً أنني أتحصل على حياتي في أجيبت في مجلس ولمن المعنى للمشيطة لتعطي من المعنى في مصر عادت طبعا إلى الجامعة وتمكنت من مشاركة شغفها بالأدب وبالأدب المقارن لأن الأدب في حد ذاته كان بالنسبة لأمينة مساحة للمعرفة وللمتعة والتدريس كان يمنحها الإمكانية لمشاركة المعرفة والمتعة مع طلابها كما ترون هذه الصورة لها في أحد مدرجات كلية الأدب بجامعة القاهرة وهي تلقي محاضرتها عن رواية أو الأوهام الضائعة إلى جانب هذا العمل بالجامعة وعملها كباحثة وأنشطتها المتعددة والسرية كان هناك أيضا مصارها السياسي بحيث تشكلت صورة أمينة رشيد منذ بداية الثمانينيات كأحد الوجوه الثقافية الكبرى في الحياة الثقافية المصرية وفي مفترق الطرق بين العالم الأكاديمي والحق الثقافي والعمل السياسي الصورة التي نراها هنا هي صورة لوقفة احتجاجية في إطار مشاركتها بمجموعة 9 مارس في استقلاء الجامعات وكانت عام 2009 وكما ترون هي كانت وقفة ضد هدم أحد المستشفيات الجامعية في الأسكندري أتوقف عند هذا الحد في هذا السرد السريع لبعض المحطات في مسيرة أمينة رشيد وأعود إليكم الآن وريشار أعتقد أن لديه أيضا بعض ما يحكيه لنا عن أمينة تفضل يا رشار أريد أن تأذنوا لي بكلمة لو سمحتك تفضل أستاذ رشار تأذني لو تكرمت لأن لديه اجتماع بعد قليل وسعت كثيرا بما سمعت تولد لديه انطباع أننا عصابة الأدب المقارن مع بعض الآن لأنني أنا خريز قسم الأدب المقارن بسانسيه واشتغلت على صورة الغرب في الرواية العربية المعاصرة وللأمانة سلسلة مئة كتاب وكتاب جاءتني من حق للأدب المقارن كنت دائما أعجب بما يسمى وعندما أتمنى لكم التوفيق في الاستمدارية لدي اجتماع بعد قليل وطلوا عليه مرتين أو ثلاثة يناديون وني سأذهب كنت أتمنى فقط أن صديقي الأعز في باريس وأستاذنا جميعا وشدي راشد يكون معنا لأنني خبرته من قبل فترة وصديقنا العزيز مروان ابنه لكني لا أدري لماذا لم يحضروا أرجو أن يكون خيرا أتمنى لكم التوفيق ورجاء أن أعذروني على الإنصراف وشكرا مرة ثانية للجميع شكرا شكرا لدكتور إلى اللقاء طبعا النبذة التي قدمتها سلمة مؤثرة ومسيرة لكنها لا تعطي أمينة حقها لا شيء يعطي لأمينة حقها في الحقيقة لأن عطاها كان أكبر من أن يلخص بأي ندوة من الندوات مهما كنا وفين لها أو فيها لها ومهما حاولنا أنا أظن إذا كان في كلمة بالنسبة لي تلخص أمينة هو كلمة عطا فعلا كانت معطاة للجميع الجميع اللي عرفوها ويتعاموا معها سواء مهنيا أو إنسانيا أو هكذا لكن هذا يظهر من الحديث من حديثها في المقتتفات التي استمعنا إليها ومن حديث سلمة فطبعا لن نعطي حق أمينة في هذه القلسة لكن فقط نحاول أن نعطي حقها من حيث ما قدمته علميا وثقافيا للثقافة المسرية والعربية والثقافة الفرنسية نحاول في بعض المحطات أو بعض الأسئلة أو الحوار بيني وبين سلمة أن نعطي فكرة عن أهمية هذا العطاء العلمي الذي قدمته أمينة عن طريق بعض المحاور التي اتفقنا عليها أنا وسلمة والمحور الأول هو مسألة اللغة وإشكالية اللغة وأظن أنه كان من أهم ما قدمته أو عبرت عنه أمينة عن تاريخ تقربتها الشخصية يعني إدراكها لإشكالية قضية اللغة ما بين الفرنسية والعربية ودلالات معركة اللغة التي عاشتها في جسمها من طفولتها إلى طول حياتها وكيف كان هذا الصراع يعني هو صراع داخلي وصراع ثقافي كذلك ذكرت سلمة كيف أن أمينة فرضت على على الجميع على الجميع التي تعمل فيها حقها في التعبير عن نفسها باللغة العربية بعد أن بعدما كان الجميع تفرض على هيئة التدريس في أقسام اللغات الأجنبية أن ينشروا كل أبحثهم باللغات الأجنبية التي يدرسونها ويبحثون فيها لترقياتهم وهي يعني فرضت منشورتها باللغة العربية وقدمت ترجمات وهذه المساهمة القيمة التي قدمتها يعني هل لك أن تتواصل في هذا الاتقاء سلمة اسمح لي ريشار لو تسمح لتكرر فيه السؤال من السيد أو سيدة ابتهال يونس أعتقد يعني فيه أتفضل ابتهال مساء فين ابتهال مساء نور بانساء غيشار زيكو كلكم لا هو مش مجرد سؤال هو بس أنا كنت رفع إيدي قبل ما تدخل في المحور غيشار كنت بس عايزة تأمينا على كلام سلمة أن بالنسبة لأمين رشيد الأستاذ الجامعي مش مجرد باحث مدرس لازم نركز كمان على دورها في استقلال الجامعة حريات الأكاديمية والبحث العلمي اللي من غيرهم مش ممكن يبقى فيه أستاذ جامعة ولا بحث علمي وأمينة كان لها دور طبعا من خلال 9 مارس بس الحقيقة من قبل 9 مارس هي كانت من أشد المدافعين عن حرية البحث العلمي في الجامعة والحريات الأكاديمية بس كنت عايزة بس أضيفة على كلام سلمة مظبوط شكرا يبتهال فعلا على هذه الإضافة حقيقي أمينة من قبل يعني جهور حركة 9 مارس وهي في عملية نضال داخل الجامعة بيربط الجامعة بالسياق العام السياق السياسي العام وهو حقيقة دور يعني نحن نفتقده جدا الآن لكن أمينة كانت من أشد المدافعين على أن الجامعة هي جزء من المجتمع وأنها يجب أن تقوم بدورها لتغيير هذا المجتمع وكانت بتلجأ إلى الأدوات السياسية المطروحة في تلك الفترة للقيام بهذا الدور أما عودة لقضية اللغة كما قال ريشار اللغة كانت من الأضايا المحورية مش هقول فقط في فكرة أمينة لكن أولاً في حكاياتها الشخصية فاللغة يعني هي قضية لها وجهان بالنسبة لأنه رشيد أولاً هذا الوجه الفكري لأنها كما رأينا هي عايشت اللغة كمشكلة ازدواج منذ الصغر ففي هذا البيت الاريستقراطي كانت اللغة أيديولوجية كانت اللغة بترسم حدود حدوداً كريهة وبترفع جدران ما بين الطبقات الاجتماعية ما بين فالطبقات الاريستقراطية تتحدث الفرنسية أما العربية فهي للحديث مع الخدم والشعب كانت أيضاً بترفع جدران ما بين النساء والرجال فاللغة الفرنسية كانت لغة النساء بينما الرجال يتحدثون العربية الفرنسية للحديث الحميم العائلي العربية للحديث بالشأن العام وفي السياسة إذن كانت هذه الإزدواجية في حياة أمينة الشخصية منذ الصغر تسببت في وجود هذه الإشكالية أمانها عندما تحقت بالجامعة وبدأت بتعلم اللغة العربية كونت فكر عن معنى اللغة الأجنبية ولغة الآخر وعلاقتها بالهوية الوطنية أمينة رشيد دائماً ما يرأت أن اللغة هي وسيلة للانفتاح على الأرض ووسيلة للمعرفة ويعني في أبحاثها كانت تشير إلى فترات انفتاح الحضارة الأوروبية على اللغة العربية في العصور الوسطى واستفادتها من ذلك وانفتاحها على اللغة اليونانية في بدايات عصر النهضة وانفتاحها لكنها أيضاً حددت شرط أو أن اللغة الأجنبية يتأثر دورها بالسياق التاريخ فهناك شروط تجعل من هذه اللغة يعني تساهم أو تعطل مسيرة تشكل الهوية فرقمنا أن ارتباط اللغة الأوروبية سواء كانت الفرنسية أو الإنجليزية بالنسبة للغة العربية جاء في فترة المرد الكولونيالي وهي كانت فترة السياق التاريخي فيها السياق بيعطي الهيمنة للغرب وبالتالي تشكلت علاقة غير متوازنة ما بين لغة الآخر ولغة الأنا أثرت من منظرها في هذه السنوات على الشعور بالهوية الوطنية أمينة رشيد كتبت في هذا الموضوع مبكراً في الثمانينيات الوضع اليوم طبعاً مختلف تماماً قد نرى في هذا الرأي يعني قد لا نتفق تماماً ما تقوله أمينة في تلك الفترة لكن هو كان معبر على أي حال عن موقف المثقفين بعض الجانب من المثقفين من اللغة الأجنبية إذا كانت أمينة حلت مشكلتها الشخصية مع اللغة أو اتجهت إلى الحل بالتدريج من خلال تعلمها العربية كما رأينا فهي على مستوى الفكري حلتها من خلال درستها للأدب المقارن وبكل ما يشمله الأدب المقارن من انفتاح على الآخر ودراسة لهذا الانفتاح ولدراسة هذه العلاقة كنت أريد أن أضيف أو لأنتقل إلى الموضوع الآخر وهو مرتبط بالموضوع الأول هذا الوعي الشديد بالعلاقة غير المتوازية ما بين اللغتين والثقفتين التي تعمل في إطارها كان مهم جدا وكان أحد الموادع أو المواقف التي التقينا فيها أنا وأمينة أثناء تواجدي في مصر من موقفي أنا كفرنسي يتحدث أو يتعلم ثم يتحدث ويدرس بالعربية في الذخيرة العربية موسيقى عدم التوازن هذا بشكل كبير بأشكال وفي قضايا مختلفة فأظن أننا كان هذا أحد النقاط التي التقينا فيها أنا وأمينة ومكان آخر التقينا فيه هو اهتمامها بدراسة صورة الآخر سواء صورة العرب عند الأوروبيين عند الفرنسيين بالزات أو الذين يكتبون بفرنسية ومن ناحية أخرى سورة الغرب عند الكتاب العرب والمصريين بالزات وأظن أنها كان من رواد هذه الدراسات من حيث أنها سبقت أو دراساتها في إطار الأدب المقارن الذي كان يعني يعني من يعني نوع من كيف نقول يعني الأدب المقارن كالدسيبلين يعني في أوروبا وفي فرنسا كان سجين الفكر الليزانفلوانس كما قالت سلما لأنه كان سجين الأدب الأوروبية وكان الأدب المقارن يعني في الغالب يعني يدور الحديث فيه مبين الثقافات الأوروبية التي تتحدث يعني من نقف الند للند والعلاقة لها بما يحدث خارج أوروبا وبما أن أمينة يعني دخلت هذا المجال يعني من المنظور الوحدة مثقفة مصرية عربية ولها موقف سياسي وواعي سياسي يعني شديد الوضوح بقضائية علاقات القوة الغير المتوازية هذه فكان لابد أنها تقرب الآية في هذا المجال النائم إذا سمحتوا للتعبير وكانت سبقة في هذا وكتبت وهو ريال التي مثلا أنا فوقيت بأنها تتحدث في أو تقول في كتاب الذي حررته سلمة يعني تستشهد بسلمة تقول أمينة يعني خسرة نحن لم نعود نقرأ فرانس فانون وكتبت هذا في الثمانينات أو في التسعينات وفعلا في فترة كان يعني الفكر واحد يعني اسمه فرانس فانون فرانس فانون كان منسيا تماما في الدراسات الثقافية وهم الأمريكان أو الباحثين يعني البوست كولونيال في أمريكا اللي أحيو يعني فكر فانون بعد كده لكن يعني في فرانسا كان منسي تماما فأنا أحبت جدا أن أرى اسمه يعني في كتابات أمينة سلمة بالفعل يعني شعر أمينة مصارها في الأدب المقارن كان مصار مغاير للسائد سواء هذا السائد كان في مجال الأدب المقارن التقليدي في فرنسا أو الأكثر تقليدية في مصر يعني رفضت أمينة أو ابتعدت عن النشأة الأولى أو عن ما يسمى يطلق عليه مدرسة الفرنسية في الأدب المقارن التي كانت يعني تعتمد على رصد صورة نمطية للآخر ثم المقارنة ما بين الصورة نمطية وما يسمى بحقيقة الأخر يعني كانت هذه هي الركيزة التي تعتمد عليها المدرسة الفرنسية في الفكر الفكر المقارن صورة العربي، صورة الشرقي، أنماط، 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 ثم ما هي الحقيقة؟ فأمينة رشيد رأت أنه لا يوجد شيء اسمه حقيقة الآخر وأنه حدث تحول لهذا الاتجاه لأنه لا مجال لدراسة صورة وواقع ينفيها أو يؤكدها فإنما دراسة السياق الذي تتشكل فيه صورة دراسة التاريخ الذي يكون أو يصيغ صورة معينة هذا هو معنى الأدب المقارن بالنسبة لأنه أظن دكتورة داليا سعودي دكتورة داليا سعودي في يد داليا رفع إيدها أيوة أيوة فعلاً تصديقاً على كلام دكتورة سلمة الحقيقة أود تحدث في نقطة اللغة سأجد اليوم أنه ليس من سبيل المفضفة أن نجد الخلفية دكتور طيب في صورة للجسل الجسل اليوم هو كلمة مفتاحية للقائنا اليوم حول الراحلة الكبيرة الدكتورة أمينة رشيد لكنها في وقوفها على هذا الجسل لم تكن في منطقة محايدة تماماً كانت طوال الوقت تحتفظ بقدميها على أرضها وعلى هويتها الثقافية وعلى هويتها اللغوية كان لديها إحساساً كبيراً وعالياً وأجده غريباً جداً أن يكون لها هذه النشأة وأن يكون لها في ذات الوقت هذا الإحساس العالي بالهوية اللغوية والثقافية العربية لقد تخيلت حين كانت دكتورة سلمة تتحدث في البداية تخيلت منزل دكتورة أمينة رشيد في طفولتها وكأنه افتتاحية الحرب والسلام حيث الأرستقراطية تتحدث اللغة الفرنسية منقطعة تماماً عن ما يحدث على أرض الواقع بالنسبة للشعب الروسي فهي الموقف بهذه الاستغارة قد تصلنا إلى الوضع في بيتها أجد أنها في مجال الدراسات المقارنة كانت صاحبة رؤية كانت رؤية لأنها سبقت عصرها بهذه الرؤية التي تنفصم عن المركزية الأوروبية إذا أردنا أن نتمثل الموقف الذي اتخذته في ستينيات القرن الماضي من الابتعاد عن كل ما هو يعني ليس الابتعاد ولكنه تمحيص ونقض لكل ما يأتينا من خلال هذه المركزة الروسية هي لم تكن أورة مع الآخر بشكل حباري جداً وبشكل فيه اعتباد بالذات وبالصيمة العربية الأصيلة فلو تمثلنا آخر حديث أو جدال حدث في عالم في علم أبحاث الترجمة دار حواراً أو جدلاً كبيراً وإعلامياً على المستوى الإعلامي أيضاً كان هناك جدل حول إمكانية ترجمة شاعرة أفريقية أمانداجو إلى اللغة الهولانية بواسطة مترجمة بيضاء وكان هناك جدال قوي جداً أرى أن الرؤية التي احتفظت بها أو صدرتها الدكتورة أمينة رشيد كانت تجيب على هذا الجدل الذي أراد أصحابه أن يقولوا أن الحل الوحيد في الخلوب من هذه الدائرة هو أن لا تكون كل المعايير أوروبية أو منحصرة في رؤية كتبها أو خطها الرجل الأبيض كان هذا هو الرأي الذي ذهبت إليه عالمة من علماء العلم الأبحاث السلامة فالإجابة أتتنا مبكراً جداً في أعمال بكتورة أمينة رشيد وفي الركائز التي اتخذتها في أبحاثها فلو أعدنا القراءة سنجد إجابات آنية لمشكلات النزال التي تعرض لنا على الساحة الثقافية والفكريات لذلك كانت رؤية وكانت سابقة لعصرها بكل المقاييس شكراً دكتورة داليا أستاذ بن عيسى طلب الكلمة شكراً تحت تأثير المدرسة التقليدية والمنهج التاريخي المدرسة التقليدية التي هيمنت على الأدب المقارن ردحاً من الزمن وهذا طبعاً هذه المدرسة كان لها عيوب كثيرة ربما هذا ما جعلت أمينة رشيد تعيش حالة منه تشضي على مستوى الذات أكثر من بحثها عن الهوية الهوية العربية أو المقارنة بين الشرق والغرب وإنما كانت تبحث عن ذاتها أكثر من أنها تبحث عن ذلك لذلك كانت الحقيقة هويتها إن شاء صحة تعبيرها هي الفرنسية لأن اللغة هي محدد تلوية هي التي تحدث رؤية العالم وهي كما يقال اللغة هي أحد الأدوات التي كانت المدرسة الفرنسية تركز عليها في الأدب المقارنة ليس هناك أي مقارنة بين الثقافات أو الأداب إلا وتكون اللغة هي الأدات الأكبر فيها في تحديد النتائج وتحديد المقالات بالتالي بأن رشيد أمين أمين رشيد كان تحثير النوع من الشعور بالدونية في ظل الثقافة الفرنسية باعتبار أنها هي مصرية وهي عربية وهي كذا وكذا تنتمي من حيث الأصل والعرق إلى هذه الكينونة لكن في المقابل أن هويتها وثقافتها ولغتها من منظور المنهج التاريخي المنهج التقليدي المنهج المقارنة الذي كان يهمني في المدرسة التاريخية الفرنسية رادح المنزاني وهي قد هيمنى هذا المنهج على كيف يعني أمينة رشيد جائد في السياق جائدت من تيار يعني تيار هيمنة كثيرا وهذا التيار في الحقيقة في ظل طبعا المنهج التاريخي كما ذكرت في الحقيقة أعطى صورة نماطية على الشرق مطلقة في الزمان وفي المكان يعني مجاوزة لحركة التاريخ يعني العربي يعني العربي هو هو بداوي متخلف كذا 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 ومطلقة في الزمان ومكان يعني إلى يمنى هذا وقد أسهم كثير من الباحثين وكذا في تكريس هذه الرؤية طبعا الدنيا في الأدب المقارن طبعا هناك طه حسين طبعا وهناك كثير ونقول بأن كما ذكر إدوارد سعيد بأن الشرق هو صناعة غربية يعني الاستشراق الثقافة الشرق هذه رؤية صناعة غربية أصبح العرب أنفسهم يرددونها بحثا عن هويتهم وفي الحقق هي لا يبحث عن هويتهم بقادر ما يعززنا رؤية المركزية أو الغربية في هذا الاتجاه ودون إطالة ربما أنك هل من يريد أن نناقص حتى ربما تتحنى فرصة أخرى وأن نناقص هذا الموضوع بأكثر شكرا سيد بنها أنا بمعرفة دكتورة مينا راشين أظن أنها بدأت فعلا في إطار هذه المدرسة الفرنسية التقليدية كما وصفتها لكن أظن أنها خرجت من هذا الإطار في مشوارها العلمي وخاصة بعض ما عادت إلى مسوى في كتباتها التي أنا مليم بها في التسعينات العشرين لو سبحت معلش هو قضية التأثير والتأثر هي رفضت على ما أعتقد ما كانت أستاذة سالمة على ما أعتقد رفضت موضوع بحث خاص بجاك بيرك على ما أعتقد اقترح على هذا الموضوع بالعكس أنت أظن قالت العكس تماما أعتقد أن جاك بيرك أقترح لها موضوع الدكتوراه بعد أنها كانت بالعكس رفضت الموضوع الأول للخروج؟ لا أسمع صوت 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 رح لي لم أسمع ما لو سمحت لو أعادت ما قلت أعيد الصوت قوي الآن؟ نعم الآن من الأمليح كنت صحيح المعلومة حسب ما قرأت في كتاب سالمة أن دكتورة أمينة راشيد اخترت منضوع هذا على اقترح جاك بيرك وبعد أن رفضت اقتراح آخر أقلخ أكثر تقليدية من المشرفة المشرفة إتيامل صوت في هذا النقطة في هذا النقطة بالذات هي تريد أنا معلش أنا أطلب من سالمة يعني هي تريد أن تدخل جمهة تأثير من دائر السأثير والتأثر لو سمحك يا دكتور هامل في أيضا أسئلة أخرى أنا أقترح أيضا أنا أقترح أيضا أنا أقترح أيضا إذا كان فيه بعض من تلاميذات يعني دكتورة أمينة راشيد أنهم يعطونا بعض ذكريات معها أيضا لأنه أيضا في هذا المقايا أنا أقترح عليك هذا يا أستاذ ريشار وأنت تشوف مظبوط مظبوط عندي دكتورة ماري تيريز الأول ثم دكتورة غراء مهنة أيوة ماري تيريز أهلا غراء هل أهلا غراء أهلا غراء أهلا غريبا أوكي مساء الخير وباشكر كل على تنظيم هذه هذه اللقاء سلمة أو دكتورة سلمة دكتور جاكمان أنا بس كان عندي سؤال أنا طبعا مش مقربة لأمينة راشيد زيكم بس كان عندي سؤال بالنسبة لإزدواجية قلت دكتورة ساهمة أنها كانت دائما تشعر بالإزدواجية من الفصل بين العربية والفرنسية فما كان موقفها من الإزدواجية التي نعيشها كل يوم بين الفصحة والعمية خاصة أن الندال ضد الاستعمار كان بدأ في العمية أكثر من الفصحة لأن الفصحة كانت أيضا لغة المؤسسة الدينية اللي هي كانت حتى القرن 19 هي المهيمنة فما كان موقفها من ذلك شكرا سلما شكرا بكتورة ماري تيراز الحقيقة لم يصادفني فيما يعني أنا أزعم أني قرأت غالبية ما كتبته أنها توقفت عند هذه القضية يعني قضية علاقة الفصحة بالعمية لم تكن تشغلها ما كان يشغلها هو العربية في حد ذاتها لأنها كانت علمت نفسها بنفسها هذه اللغة وكان تعلم للغة والثقافة وترسيخ أيضا للهوية لا أعتقد أن كان لها موقف منافض للعمية على الإطلاق هي دائما ما كانت منفتحة يعني لكن الاختيار ما بين العمية والعربية في كتابتها يعني كان طبعا هي في الدراسات بالعربية الفصحة أما الأعمال الأدبية المنشورة سواء بالعمية أو العربية فهي كان لها موقف دائما منفتح للآخر والمختلف هذا ما هو ما أعرفه عنها في هذه القضية على وجه الفصحة مساء الخير جميعا مساء الخير ريشار وسلمة ريشار بقالي كتير قوي قوي ما توصلناش سعيدة بإننا حكيفة أنا الحقيقة حتكلم في جانب مختلف وهو في آن واحد مختلف وغير مختلف يعني بما أننا بصدد التعريف بأمينة رشيد في جانب مهم قوي في أمينة رشيد أنا كزميلة وعشت معها عمر الحقيقة أحب أننا أقوله أمينة جات من فرنسا في نفس الوقت اللي أنا اتنقلت من جامعة اسكندرية لجامعة القاهرة وإحنا كان اهتماماتنا العلمية قريبة جدا عن اهتمام بالغيرية وبالآخر أشرفنا مع بعض على أول رسالة عن ازدواجية اللغة لنفين النصيري والحقيقة إحنا تمالي كانت أمينة بتشجعني والجانب الإنساني في أمينة الحقيقة أنا ما شفتوش في حد أمينة بتتعامل برقي شديد مع زملائها وبتحتضنهم وبتشجحهم فأنا من الناس اللي أمينة شجعتني كثير جدا من الناس اللي سامعيني؟ هل أنا سامعيني؟ أمينة 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 شجعتني فكانت تقرأ أبحاثي أو لما شارك معها في مؤتمر أول واحد يجي يقولي برافو كان كويس أو تقولي ملاحظاتها إحنا لما كتبت كتابي في الأدب والنقد عملتني مقدمة الحقيقة المقدمة بتاعتها جيئت لكتاب قيمة اشتركت في مناقشيته في دار الناش تمالي كانت لما تكتب بحث وعارفة أن أنا يهمني الموضوع بتبعته لي وده الحقيقة حاجة جميلة يعني العلم مش بحكر ولكنه العلم للانتفاع العلم اللي هي بتبعته لكل الناس حواليها بتحاول تبادر بالسؤال علينا صغير وكبير بالرغم من أن إحنا اللي مفروض نسأل عليها الحقيقة إنسانياتها ورقيها في التعامل وعلمها يعني الحقيقة أنينا كنا بنتناقش كتير لأن إحنا اهتماماتنا واحدة في المناقشة وكنا الحقيقة كان تمالي يسعدني منقشتها وكنا بندرس الأدب المقارن وأنا أذكر مرة أنها خدت الطلبة بتوعي بعد لما أنا كنت تدرس لهم إحنا فيه إن واحد ما يستمرش يدي نفس المادة أكتر من عمين الحقيقة بسيط لقيتها بتقولي بتشكرني على اللي أنا علمته للطلبة في الفترة اللي أنا خدت فيها المحاضرة دي الحقيقة جي كلها حاجات واحد مش بيلاقيها بسهولة في حد تاني أمينة كت إنسانة متميزة إنسانياً كت إنسانة رقية جداً في تعاملها كت إنسانة على علمه ولكن العلم التحدى للجميع مش حكرة لها هي وحدها الحقيقة أنا شخصين افتقدتها وافتقدت تشجحها وافتقدت سؤالها علي أيها رغم إننا لو كان مفهود أسأل وافتقدت وقوتها وقوتها في قسمنا وشكراً الحمد لله شكراً شكراً عرفواً يا ريشا عودة للقضايا العلمية يمكن أنا اللي استخرجت واستفدت من كتاب سلمة اللي غطى المسار العلمي لأمينة أنا حسيت أنها توصلت لحل ذكي لقضايا اللي بعيشة كل مثقف وبحث هي قضايا المزق أو الخلط والفرق في نفس الوقت ما بين الالتزام السياسي والانتماء السياسي والوطني وإلى آخره من ناحية والالتزام للموضوعية والقيام العلمية في المجال اللي الواحد بيشتغل فيه من ناحية أخرى فأنا حسيت بالاختيارات اللي عملتها وأنت وضحتها كويس جداً في الكتاب سلمة إنها عملت سلسلة من الاختيارات خلطتها وفية في نفس الوقت لالتزاماتها السياسية والإديولوجية ومن ناحية تانية وكذلك وفية للمتطلبات العلم اللي هي بتشتغل فيه يعني رفضها للبنيوية والدراسات الناس من أجل الناس والناس المقفول في نفسي وتفضيلها للمناهج النقدية اللي دايما بتاخد في الاعتبار السياق السياسي والاجتماعي يعني باختلافاتها يعني لأنها كانت كانت دايما منفتحة جداً يعني في اتجادها النقدية يعني هي ما هيش يعني ولا نقدة مركزية ولا هي نقدة يعني لا تداري ما تداريش تدخليها في خانة في خانة يعني في مذهب مهما كان كان عندها نوع من الانتقائية لكن لما نقول انتقائية يعني فيها يعني أحيانا فيها يعني سلبية لكن هي يعني عندها انتقائية يعني من ناحية الإيجابية جداً لأنها دايما بتنتقي يعني اللي هو يناسبها اللي هو يناسب أصدها العلمي ويناسب في نفس الوقت التزاماتها الفكرية والسياسية والإيدولوجية مش كده يا سلمة بالفعل بالفعل يا ريشارد يعني أنا بس قبل ما أتكلم في النقطة دي حابة أرد برضو على نقطة أثيرة من قليل بالخصوص يعني منهج أمينا رشيد في المقارنة وأؤكد على أن ما قلته هو يعني يكاد يكون عكس ما فهمه أعتقد الأستاذة التي تحدث منذ قليل لا أستطيع أن أرى اسمه الآن لكن أمينا هي كما قال ريشارد هي رفضت موضوع تقليدي عن التأثير والتأثر تأثر توفيق الحكيم بكتابة السورس واتجهت إلى موضوع آخر يتحقق فعلاً في مفهوم الوساطة مفهوم اللي احنا قلنا عليه الجسر مفهوم العبور هذا العالم الأسباني الذي انتقل من السياق الثقافي الأوروبي المسيحي إلى السياق العربي الإسلامي وشكل أول رابطة حقيقية علمية في الكورون الوسطى ينتقل عليها الفكر والتعرف على الآخر هذا هو كان موضوع رسالة الدكتوراه لأمينا ولا أذكر في كل ما قرأته لها أي موضوع يتناول موضوع التأثير والتأثر على العكس هي كانت منفتحة جداً على المناهج الحديثة والتي تتعامل مع الأدب المقارن يعني هي كانت قارئة جيدة جداً لأتيامبل في نقده اللادة للمركزية الأوروبية ولتودوروف عندما ربط سورة الأخصر بخصوصية الأنا وتاريخيته ونسبيته وأدوار سعيد وماكسيم رودانسان يعني تلسلة كبيرة وطميلة من الأسماء التي تعمل ممكن أعتقد تام الميوت الإمكانية دي موجودة عند البوست ممكن تستطيع أن يغلق الميكروفونات المفتوحة ننتقل بقى للنوزة التي كان بيوسرها جاكمان وهي هذه القدرة الزكية جداً على أمينة كان لها اختيار ايديولوجي في حياتها طبقته على نفسها الحقيقة طبقته على نفسها وعلى اختياراتها الشخصية في الحياة لكن دون أبداً أن يمس هذا الاتجاه الايديولوجي قدرتها على تناول النص بحيادية العالم والباحث استطاعت أن تقوم بذلك الحقيقة برهافة شديدة جداً نقدر نقول أنه رؤيتها للعالم انعكست على الموضوعات التي اخترتها والأعمال التي اخترتها للعمل لدراستها فهذه الأعمال بتعكس همومها الثورة، الشعب، الأرض، الأبطال الذين يعيشون أزمات تاريخية هذه هي الموضوعات التي نراها حتى في عنوين مقالتها ولكل من يريد أن يقرأ مقالات أمينة رشيد هي موجودة يعني جزء كبير جداً منها على الانترنت في موقع اسمه الأرشيف لو كتبنا أمينة رشيد الأرشيف فتظهر لنا تقريباً 21 مقالة من المنشورين في فصول وأدب ونقد يعني عدد كبير جداً من الدوريات التي نشرت فيها بانتظام تراثها الفكري كله موجود ومتاح إذن نستطيع من مجرد قراءة عنوين المقالات أن نعرف ما الذي يهم هذه البحثة لكن عندما تتناول بالبحث هذه النصوص هي بعيدة تماماً عن أي تناول أيديولوجي على العكس هي تتلمث السياق التاريخي لأنه كما قال ريشار جاك نو هي كانت بترفض فكرة انغلاق النص على ذاته أو الفصل ما بين الأدب والسياق هي كانت مؤمنة جداً أن النص يعيش في السياق وأن النص هو تعبير عن السياق والتاريخ لكنها كانت ترى هذا التعبير ليس فقط على مستوى الموضوعات يعني رواية عن الثورة بتتحدث عن الثورة لكن أيضاً حتى في النوع الأدبي حتى في الأشكال السردية في صوت الراوي هي كانت تتلمث هذه الموضوعات أو هذه الخصوصية الأدبية في كل ما يتفهم المادة الأدبية وهذا هو ما جعل فعلاً أعمالها يعني مفيدة جداً في القراءة والحقيقة ملهمة جداً للباحث في الأدب المقارن اللي ممكن يلاقي نفسه يعني تغاية يعني ما بين اتجاهات مختلفة هي قادرت إنها تتعمل يعني تسيح في بوتقة وتطبعها بهمها العلمي أمينا رأت في التاريخ والرواية العلاقة بين الرواية والتاريخ علاقة تآخي يعني التاريخ هو هذا المحكي العلمي الذي يقول الحقيقة والرواية هي هذا الخيال بالرغم من هذا التباعد إلا إن أني رأت في التاريخ والرواية تقارب شديد إن الاتنين أولاً يستخدموا اللغة الرواية التاريخية أو رواية التاريخي للتاريخ هو يستخدم اللغة وهو يستخدم السرب تماماً كما يفعل الرواية الاتنين بيتعاملوا مع غائب التاريخي بيتعامل مع المقصر والرواية بيتعامل مع الخيال فإحنا في حالة استحضار لغائب بيتم كتابته ليه إلا رأت أمينا أن الأدب أحياناً ما يقول ما لا يستطيع التاريخ التعبير عنه يعني موضوع الأدب بالتاريخ طبعاً يعني رجعني للمؤتمر الكبير اللي كنا نظمناه في أظن سنة كان 2005 2004 2005 يعني شيء تقريباً كان يعني من أكثر الأوقات اللي يعني أنا يعني اشتغلت مع أمينا كان بصفتها كانت في هذا الوقت يعني كانت ممثلة لقسم اللغة الفنسية في هذا المؤتمر الذي كان يدوم قسم اللغة العربية كذلك مع طبعاً جزة دكتور سيد وقسم التاريخ وكان الشريك شريك لنا في هذا المؤتمر أشوف صورته دلوقتي معنا في هذا اللقاء من الإفتراض هو في منضوع في حكتين يعني أصروا يعني التساؤلاتي في هذا العطاء العلمي يعني أول حاجة يعني تسألت عن هذا الدكتورة دكتورة رسالة الدكتورات تاعت أمينة عن غير منشورة وغير موجودة ويعني لم تستثمرها يعني بعد ما يعني انتهت منها يعني ف أنا ما عاربش إذا كان عندك جواب لهذا السؤال يا سلمة يعني انتهت من الدكتورة فثابت أو تركت فرنسا وعادت إلى مصر و وكأنها يعني ثابت أو تركت رسالة الدكتورة هناك أذلك ونسيتها أنا كنت يعني من سنوات عديدة جدا طلبت منها نسخة من هذه الرسالة لقراءتها وطبع رسالة ضخمة جدا يعني 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 غير اللي بنعملها دلوقتي يعني لا 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 حاجة كده يعني فهي ساعتها قالت لي يعني شعرت منها أنها ليست راضية عن هذه الرسالة وأنها لم أفهم لماذا الحقيقة أنا أخذت هذه الرسالة واستمتعت جدا برغم الموضوع كان يعني معقد وبعيد حتى عن اهتماماتي لكني وجدتها رسالة ممتعة ومفيدة جدا في قراءتي ولما قلت لها كده أمينة كان دائما يعني لديها تواضع شديد جدا لكني شعرت أنها ليست تواضع المعتاد تواضع العالم العالم المعتاد هو أيضا وكأنه عدم رضاء أو عن عن يمكن هذا الشكل من أشكال دراسة العلاقة مع الآخر لأنها ابتعدت بالفعل بعد ذلك وأصبح يعني دراساتها موازاة أكتر تقوم على فكرة الموازاة والمقارنة بالمعنى فغلال لكتاب عرب وكتاب مصريين وفرنسيين أو أوروبيين أما الغوص في سيرة يعني وسيط كده لم تقوم بهذا الموضوع بعد ذلك أعتقد أن ذا كان نوع من أنواع يعني الاعتبار أن هذا موضوع انتهى ولدينا محطات أكثر أهمية بالنسبة لها للدراسة هذا يعني نقطة العمية الأولى النقطة العمية الأخرى يعني أترجم ترجمة حرفية طب قولينا عشان أنا بحترف العمية دايما ما جاء ترجمة أمبعرفش ترجمة زين هي يعني يعني ما يعني نسمي القضايا النسائية يعني وحد ست و يعني عندها هذا الوعي السياسي الاجتماعي الوزيد السقفة العالية ويعني في كل هذا في كل ما كتبته يعني حسب اللي يعني تصفحته في في الجنرافيا وفي كتابك لم أرى تقريبا يعني شيئا عن القضية المرأة وثم يعني عندما أعدت مشاهدة فيلم أربعة نساء من مصر وهو فيلم عن نساء يعني فالواحد يعني يعني يتخيل أو يتوقع كذلك أنه حيشوف أو خيسمع عن قضية يعني قضية المرأة في في مصر والمرأة العربية والمرأة المصرية إلى آخره وفي الفيلم نفسه يعني القضية يعني مع أنه الأربعة وأربعة نساء لكن لا يتحدثنا عن عن القضية النسائية إطلاقا شيء مثير يعني فأظن أنه له علاقة ب يعني مثالة جيل أولا يمكن ومسألة الموقف العديولوجي كذلك يعني عند اليسار المصري في هذا الجيل يعني يبدو أن القضية القضية الجماعية السائدة والتي تغطي على كل القضية الأخرى هي القضية الوطنية تحرير الوطني وثمه تحرير العدلة الاجتماعية والكرمة للوطن والمواتنين اللي فيه لكن بدون أي تفريق بينهم وبدون أي نظر إلى أن في أنواع من الاستغلال موجودة في المجتمع لا يمكن تلخيصها أو تغطيتها في هذا الإطار أنا حسنت أن هذا موقف مشترك في هذا الجيل إلى حد كبير من المناظلات يعني أنه يعني الجيل اللي عاش الجيل النصري يعني اللي نقول باختصار يعني اللي اتحل في القضايا النسائية في القضايا الوطنية العامة فأسألك يا سلمة هل أنت بصفتك تنتمي إلى جيل أصغر ويمكن في الوعي بالقضايا النسائية مختلف عن جيل الأمينة فهل تحدثت معها عن هذه القضايا وكيف تحسن بموقف من هذه القضايا وكيف تحلل هو أمينة خصصت أولا بعض الكتابات بعض دراستها لأديبات أعمال الأديبات زي لطيفة الزيات زي ميت المساني زي يعني أسماء أخرى لا أتذكرها الآن وهي يمكن الأهم من أنها رأس تحرير كانت رئيسة تحرير لمدة عدد من السنوات لمجلة اسمها مجلة نور وهذه المجلة كانت مخصصة فقط للكتابات كتابة النساء سواء سواء في مصر أو في العالم العربي استمرت هذه التجربة عدد من السنوات وأصدرت المجلة يعني أعداد لا بأس بها لكن حتى في هذه التجربة لم يكن الصوت هو الصوت النساء كانت المرأة هي الموضوع والمرأة هي المادة كتابات المرأة لكن دون دون التحول إلى صوت النسوية الفيمينيزم ما كانش فيمينيزم كان الاهتمام بالمرأة باعتبارها عنصر موجود في المجتمع يقع عليه الظلم في المجتمع أو بشكل مختلف كما يقع الظلم على أفراد يعني آخرين فلم تكن أمينة من زوي اتجاه النسوي أو النقد النسوي لكنها اهتمت بالمرأة يعني قضية المرأة كانت جزء من القضية العامة تماما كما عبرت عن هذا لطيفة زيات مثلا في رواية الباب المفتوح أن تحرر المرأة من أسر العائلة وأسر المجتمع هو جزء من التحرر وعملية التحرر الوطن فهذه كانت رؤية أمينة كنت تناقشت الحقيقة يعني أنا كسلمة أقرب لهذه الرؤية من رؤية يمكن أكثر يعني انتشارا في الحقبة التي نعيش فيها تحرر 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 يمكن بعض الشيء من منظرها لذلك فأنا في الكتاب لم أتوقف كثيرا عند هذه القضية لكن في النهاية عند فيه جزء في هذا الكتاب منشور فيه بعض المطالات والدراسات لها نشرت يعني أعدت نشر الدراسة كانت قامت بيها عن النساء المصريات والكتابة أقدت فيها على ما أعتقد ثلاث نماذج لطيفة الزيات أعتقد و فام إجيبسيان الكتير دو سواء ريفوليشون النساء المصريات كتابة الزيات والثورة تناولت في الحقيقة يعني ملك حثني ناصف ولطيفة الزيات و كتبة الثالثة يعني اسمها رايحة من بالي دلوقتي مونا فرينس مونا فرينس مونا فرينس لكن من هذا المنظور من هذا المنظور أن قضية المرأة هي قضية بتزوج في القضاء المتبقى من الوقت يعني ربع الساعة ف يعني لو أحد في المستمعين يحب يعطي يعني تعليق أو شهادة أو أي التدخل يعني أهلا وسهلا أمينة أمينة كانت كانت صديقة كبرى يمكن أكتر ما كانت أستاذ لأنه أنا من الناس الأوليين جدا أعضاء في قسم اللغة الفرنسية وأدابها في جامعة القاهرة اللي أمينة ما درست ليش على مدار الليسانس ولكن كانت بتجمعني بيها صداقة عاوزة أتكلم تحديدا عن موضوع قضية المرأة بظن أنه غياب الخطاب اللي بيركز على القضايا النسوية في كتابات أمينة بالشكل اللي دلوقتي تعريف النسوية أخد شكل تاني خالص بظن أنه مرتبط أولا بجيل زي مع ماريشار جاكمون قال لأنه الجيل الأديم أو الأجيال الأديمة من اليسار وحتى اللي موجودين منهم دلوقتي وبالتالي هم بينتموا الأجيال أكبر قضية المرأة بتعتبر قضية ممكن ثانوية مقارنة بأن القضية اللي بتتصدر المشهد هي العدالة الاجتماعية ومحاربة الفروق من الطبقات وأنه أحيانا كمان بينظر للاهتمام أو التركيز على قضية المرأة على أنه يعني في قدر من مش الرفاهية ولكن يعني أنه هي قضية تستنى بعد كده زي ما أعتقد سلمة قالت لأنه في القضية الأهم هي القضية اللي بتجمع الطبقات المجتمع فبظني من ناحية أنه ده كانت على المستوى الفكري وعلى المستوى الذاتي في الحكي عن نفسها كانت جمعتني بأمينة جلسات كتير كانت بتحكي فيها عن سيرتها في محاولة يمكن للتسجيل المشروع ده أمينة كل تعرضها للمحطات المختلفة من حياتها كانت أكتر التركيز فيه على التواصل مع الطبقات الأقل منها حتى في كلام عن علاقتها كأنثة بطبقتها أو بالطبقات الأخرى والاختيارات اللي ممكن نقول عليها اختيارات أخلاقية مجتمعية هتتترفض أو مش هتترفض الحقيقة كانت ما بتتكلمش عنها بالشكل برضو اللي بنتكلم عنه دلوقتي في قضايا المرأة لكن كانت بتتكلم برضو من منظور الورجوزية اللي لها قيم محافظة وبتهتم جدا بالشكل وبتهتم جدا بالأصول بالأصول في مقابل أنه حتى نفس التبقات دي يكون هي لها رأي مغير لكن بقدر ما في بدايات حياتها هي كانت ملتزمة بالإطار ده باس كده مرسي شكرا كان في زمنات أخرى طلبوا فيها السيدة رانيا العرب عز العرب رانيا أيوة رانيا أيوة مساء الخير أنا أولا متشكرة جدا على هذه المدوى الرائعة وليه سؤال لو تكرمت حضرتك لسلمة أعتقد أن سلمة في وقت ما تحدثت عن العلاقة القوية بين الأدب والتاريخ عند أمينة رشيد وقالت أن هما الاثنين بيستخدموا اللغة والفرد وبيتعاملوا مع غائب على حسب ما أنا فهم شؤالي هو هل كانت أمينة رشيد بتعتقد أن إلى جانب هذه العناصر اللي بتربط بين الأدب والتاريخ في عنصر كمان اللي هو الذاتية بتاعة التاريخ أنه هو التاريخ أنا مش عايزة أقول أنه هو يكاد يكون زي الأدب لأنه طبعا مش في الدرجات إنما التاريخ كمان ما هوش موضوعي بمعنى أن لو التاريخ كتبوا مثلا الطبقة الحاكمة أو الحاكم الحكام عموما غير لما يكتبوا تكتبوا المعارضة لما نفس الحدث يكتبوا يكون مثلا حدث بين الشرق والغرب زي أي حاجة مثلا مثلا قناة الشويس مثلا هل لما يكتبها اللي هي حار 56 يعني عندنا هل لما يكتبها الغرب زي لما يكتبها الشرق طبعا هو مختلف فهل أمينة رشيد ذكرت حاجة عن ذاتية التاريخ وبالتالي قربه في هذا المفهو من الأدب لأن أنا الحقيقة معنية بهذا الجزء جدا فعايزة أعرف إذا كانت تناولته وإذا كانت تناولته بالتفصيل وتناولته يعني ممكن يعني كان إيه وجهة نظرها في الموضوع هذا شكرا جزيلا أنا أقترح يا أستاذ دكتورة سلمة دكتور أن تأخذ السؤال الثاني ثم تجيب لأن الوقت بدأ يحاصرنا هذه شيمة سعيد شيمة مسأل خير شيمة الأول أيها مسأل خير مسأل نور فدلي مش عارفة إذا كان ممكن يعني أدخل أوي في الحياة الشخصية لدكتورة أمينة خاصة أنها يعني اتمنتني وأدخلتني بيتها وكده فكان في شوية أسئلة يعني بتدور في دماغي كنت بتساءل عن العلاقة الزوجية ما بينها وما بين زوجها مثلا هل كانت السيدة الثورية نصيرة المرأة مستسلمة ووديعة في تنزل وكيف كانت تعامل إبنها هل كانت تمارسة وطا كأم اتفضل شكرا باختصار وبسرعة هل يمكن اعتبار مقصة 67 وتجربة السجن التي مرت بهما أمينة راشيد راشيد تجربتان فارقتان في حياة أمينة وتجاهتها الأدبية دراسة وإنتاج وإبداع وبذلك تجعل التجربة الأدبية تنتقل إلى الواقع تصبحه أكثر واقعية بعيدا عن الجروح للخيال أو للتاريخ باعتباره مع إغراء في الغائب كما عبرت عن ذلك الدكتورة سلمة أبو بارك شكرا دكتورة سلمة أذو دكتورة سلمة سوف أعطي إجابات قصيرة وسريعة لأن الوقت تفضلي بالنسبة لسؤال دكتورة رانيا عز العرب بالفعل أمينة رشيد كتبت دراسة حقيقة عظيمة عن علاقة الرواية بالتاريخ ونشرت في الأعمال المؤتمر التي تحدث عنها ريشار جاكمان وهي موجودة يعني أنا أنصحك لأن أنا شخصيا قرأت هذه الدراسة عظيمة جدا وبتتوقف عند كل المؤرخين الذين تحدثوا عن الكتاب التاريخ بصفتها كتابة رواية وعند الكتاب الذين كتبوا رواية وسطهم مؤرخين فهي يعني عملت على هذا الخط الرقيق الفاصل ما بين الكتابتين فدي ده الرد الرد التانية على شايمة الحقيقة أنا يعني ما عنديش إجابة على سؤالك لكن أنا كما أعرف أمينة هي عمرها ما كانت بتمارس أي صطوة على أي شخص هي كانت دائما شخص وديع جدا جدا و وفي نفس الوقت قوية جدا قوتها لا نهاية ولا حد لا حتى وهي على ثرش المرض وهي تعاني في السنوات الأخيرة معاناة كبيرة كانت دائما ما تبتسم وتقول الحمد لله بنمشي الحياة يوم هكذا يعني فهي قوة يعني جبارة في التحمل والقبول وفي نفس الوقت رقة ووداعة شديدة ورهافة وإحساس بالآخر يعني إلى أبعد سؤال الثالث كان عن تجربة 67 وتجربة السجن كما قرأت في ما كتبته تجربة 67 كانت مؤلمة بالنسبة لها طبعا كانت في باريس في هذا الوقت وكانت يعني صدمة لكل المصريين والعرب الذين كانوا يعيشون هناك انعكس ذلك على حياتها بشكل انسحابي من بعد 67 انسحبت من المجال العام والعمل العام والنشاط السياسي والثقافي في باريس وانكبت او انكفأت على رسالتي وقررت انها تريد ان تمتهي من هذه الرسالة باسرع وقت واصبحت في تالي في نوع من انواع الانسحاب اما بالنسبة لتجربة السجن فهي تجربة يعني كلمت عنها الحقيقة في فيلم اربع نساء من مصر والفيلم موجود متاح انلاين وهو فيلم يعني انصح لم يشاهدوا ان يشاهدوا لان التلم جميل جدا جدا هي في السجن تعرفت على سيد البحراوي وفي السجن عقد القران قرانهم ولكنها لم تترك فيها اثرا نفسيا ضخما يعني هي كانت بالنسبة لها تقول تجربة كنت عايزة امر بيها لكن مش اكتر من كده يعني ما سابتش ما كانتش على مفارقة فيما سرت الفيلم جميل انه بيوري كمان خيفة دمها لما بتقول على حكاية السجن دخلت السجن وقلت لسفينازا فعلا كان نفسي اخذ التقربة دي بس ان شاء لما تقول شكرا شكرا لدكتورة سلم على هذا يعني هذا الغناء في محاضرتها شكرا لأستاذ جاكمو على يعني إدارته فعلا الثرية لأنه كنتم تكلم تكملوا بعض في الحقيقة شكرا لكل متابعي ومتابعات هذا اللقاء التري والجيد أشكركم طبعا وأتمنى أن ألقاكم في يعني في ندوات أخرى وأنا لإقتراح يا دكتورة سلم هو أنه يريد تجمع كل أعمال الدكتورة المرحومة أمينة رشيد في كتاب وأبو الكتاب لكي أمينة رشيد لكي تكون يعني مرجع في متناول الجميع ومن جهة أخرى أيضا أريد أن أزوف خبر بأن كتاب الدكتورة سلم مبارك سيطرجم إلى اللغة العربية وننتظر نحن الآن من الناشرة أو الناشر أن يبعث لنا طبعا بالعقد حتى نواقع ألف شكر للجميع إلى اللقاء شكرا لكم شكرا شكرا جزيلا شكرا للجميع شكرا شكرا